المجلس الدستوري الموريتاني يعلن أن الرئيس المنتخب محمد الشيخ الغزواني سينصبه في الثاني من شهر أغسطس القادم حيث سيتسلم السلطة من الرئيس منتهي الولاية محمد العبد العزيز وقد استقبل الرئيس المنتخب برقيات تهنئة من طرف عدد من قادة الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول العالم كان آخر هؤلاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كما تلقى الثلذاء تهنئة من اتحاد الإذاعات الإسلامية ويشكل إطلاق حوار سياسي تشارك فيه مختلف الأطراف السياسية مطلبا لدى المترشحين الذين تنافسوا مع ولد الغزواني على منصب رئاسة الجمهورية فالمترشحون المعارضون يعتبرون أن الانتخابات خلفت أزمة سياسية جديدة في البلاد ويطالبون بالحوار من أجل تجاوزها أما المترشح محمد لمين المرتجي الوافي فيرى أن تنظيم حوار جامع تشارك فيه مختلف الأطراف ينبغي أن يكون في صدارة أولويات الرئيس القادم إلى القصر الرئاسي وكان ولد الغزواني قد تعهد من بين التعهدات التي قدم في برنامجه الانتخابي بجو سياسي هادي وقد عرف المشهد السياسي الموريتاني قبل انتخابات الثاني والعشرين يونيو الرئاسية ترحالا بين الطرفين الموالي والمعارض فقد أعلنت أحزاب وشخصيات سياسية معارضة دعمها لولد الغزواني كما دعمت أحزاب سياسية كانت داعمة للنظام بعض مترشحي المعارضة وضع اعتبره البعض مؤشرا على إعادة تشكيل المشهد السياسي الموريتاني والذي عرف خلال الأشهر الماضية حل عشرات الأحزاب السياسية التي لم تحصل على النسبة المطلوبة خلال انتخابين متتاليين تطبيقا للقانون ولا تزال علاقة ولد الغزواني بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بعد تنصيبه تثير تساؤلات كثيرة حول ما إذا كان سيتاخذه كحزب حاكم أم أنه سيؤسس حزبا سياسيا جديدا كما كان يفعل الرؤساء السابقون من أجل جمع شتات الداعمين له والقادمين من أحزاب سياسية وتوجهات فكرية مختلفة